سيد دي دات اسمي شالين من فرنسا وأنا هنا مع أصدقائي المسلمين وسؤالي هو ماذا تقول لشخص ملحد لا يعتقد بأي ديانة؟ أو بالأحرى ماذا تجيب عن سؤاله الخاص بالإيمان من عدمه؟ ماذا قالت؟ بالرغم من أن السؤال غير مرتبط بالمضوع لكن سنرى إذا كان الشيخ يريد أن يجيب أم لا ما رأيك؟ أو ما هو المنظر الإسلامي في الشخص الكافر بالأديان؟ هذا هو سؤالك؟ ليس تماما لكني هنا وسط أصدقائي الفرنسيين وأنا غير مقتنعة بالإسلام أريد أن أعرف ماذا تقول لشخص كافر حينما يسألك هذا الشخص عن إيمانه من عدمه لو سألك شخص كافر عن الإيمان والكفر فما هي من وجهة نظر الإسلام؟ كل شخص يتوجب عليه أن يؤمن فهو يؤمن بشيء ما سواء كان صحيحا أو خطأا يوجد صنف من الناس يقول أنا لا أؤمن لا يؤمن بوجود الله يقول أنا ملحد أنا زنديق فطبقا للدين أي دين فكل شخص عليه أن يؤمن فإن لم يكن مؤمنا فأنت كافر أي أنك تعارض شريعة الله وأوامر الله لذا فلا سوف تهلك هذا الشخص الذي يقول بأنه لا يوجد إله فلا سوف يهلك والذي يقول إني لا أهتم إن كان هناك رب أم لا فلا سوف يهلك وإن كان لديك المفهوم الخاطئ فلا سوف تهلك وهذا تبقى لإدراكك واستيعابك يوجد نوع من الناس محتمل أنه لم يسمع مطلقا عن عيسى عليه السلام هل سيحاسبه الله على هذا؟ هذا ليس عدلا المجنون أو الطفل هل سيسأله الله لماذا لم يؤمن؟ كلا هل سيسأله الله لماذا لم تؤمن بمحمد؟ بالطبع لا فكل شخص سيتم حسابه طبقا لفهمه وفرصته وهل إن كانت الدعوة وصلت إليه أو لا فبمجرد ما تصل إليه الرسالة ويكون بمقدورك أن ترى الحق ولكن بسبب بعض الأسباب العرضة يمكن من أجل إرضاء العائلة أو لترضي قومك أو هذا أو ذاك فنقول كلا لن أقبل بالحق ففي هذه الحالة يكون الشخص قد حكم عليه ولا آمل في مثل هذا الشخص لكن يوجد صنف من الناس من المحتمل أن يكون جاهلا مثل سكان جزر البحر الجنوبي دعينا نقول أنه لم يسمع أبدا بالمسيح ولا بمحمد ولا يسمع أبدا عن أي شيء لكنه يعيش حياته طبقا لمبادئه ومعاييره لذا فلا سوف يحاسبه الله طبقا لمعاييره ليس طبقا للكتاب المقدس إذن فكل شخص سيتم حسابه طبقا لفرصته ومدى فهمه شكرا لك سيد داد لدي انطباع أن سؤالي قد أسيء فهمه لا أريد أن أتحداك أو أن أناظرك أريد أن أطلب منك بعض النصائح لشخص غير مؤمن أريدك أن تنصحني لأنني غير مؤمنة وأريد أن أعتنق الإسلام أريد بعض النصائح هل تعتقدين أن النصيحة الماضية غير كافية وتريدين نصائح أخرى؟ نعم ولدي انطباع أن سؤالي لم يتم فهمه إذن أنت تريدين أن تعرف ما المبادئ أو الحجج التي يعتمد عليها المؤمن نعم بعض النصائح لشخص غير مؤمن أولا علينا أن ندرك بضرورة الإيمان إن لم تكن مؤمنا فلن تستطيع أن تتحرق بوصة واحدة أو أن تمنع عقلك عن التفكير الحقيقة الدالة على أنك مؤمنة هي أنك حضرت إلى هنا ووقفت أمام مكبر الصوت وعندما تنطق الكلمات ستصلني إن لم تكوني مؤمنة فلم تقومي باتخاذ تلك الخطوة إن لم تكوني مؤمنة فلن تزوري تلك القاعة وتستمعي إلى المحاضرة لن تحضري إلى هنا فالإيمان هو أساس أي حركة ستتخذيها فبدون الإيمان الإيمان بماذا؟ الإيمان بوجود الخالق أولا يوجد من خلق هذه الآلة هو من خلق الرجل والمرأة وهذه الآلة لن تترك بدون تعليمات فكل آلة تحمل تعليمات بغض النظر عن مدى بساطة تقنيتها وهذه الآلة الإنسان الأكثر تعقيدا من الناحية التقنية أخلقت وترقت بدون تعليمات؟ تقول كلا لا بد أن يعطي تعليمات ونحن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وأنه أرسل إلينا الرسل وهم أناس منا ومعهم التوجيهات والتعليمات لنا أما إن كانت هذه التعليمات قد ظلت بنقائها الأصلي أو لا فهذا ما نتناظر فيه الآن لكن فالتعليمات قد أعطيت ومن خلال هذه التعليمات فقط يستطيع الإنسان أن يجد الأخلاق والفضيلة وبدون هذه التعليمات لا وجود للفضيلة ولا للإخلاق فالإنسان الحيواني بطبيعته سيتصرف كما الحيوانات فقط لأنك تؤمن بوجود الخالق وهذا الخالق قال لا تتزوج من أمك ولا أختك ولا ابنتك نقول نحن نؤمن 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 لكن عندما تقول لا أؤمن فلست أفضل من الحيوان في شيء كالكلاب والخنازير فكما يتصرفون تقول إني أريد أن أتصرف مثلهم لأني حيوان أيضا لذا يتوجب عليك أن تؤمن ولكن بأي شيء ستؤمن أين هو مصدر الإيمان أو كتيب التعليمات الذي لم يتم تلويثه وإفساده في الأصل نقول إن كل الأنبياء الله ورسله مكلفون من الله سبحانه وتعالى ولكن لأن الرسالة لم تحفظ أرسل الله الرسل تل الرسل وهذه هي طريقته ليقوم خلقه ويعيدهم إلى الطريق المستقيم وفي هذا النظام المتتبع من إرسال الرسل للبشرية فمحمد هو الخاتم والمكمل وقد ترك لنا هذا الكتاب وإن قرأتيه فبنظرة غير متحيزة وإن لم يكن لديك نسخة منه سأهديك نسخة هذه هي النسخة المترجمة للإنجليزية من القرآن وبها فهرس سيساعدك في معرفة ما تريدين تريدين أن تعرفي عن الله انظري في حرف الجي وستجدي أكثر من 140 مرجعا مختلفا تقولين أنك لا تستطيعين أن تؤمني بالله لذا فهو يتجادل معك هذا الرب في القرآن لا يقول أنه سيلوي أذنك ولن يضربك بالرصاص كلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فإن بدأتي بالاستنتاج سترين مدى صدق العبارات أنك لم تكون موجودة أنا وأنت وجميعنا لم يكن لنا وجود وسيخبرك العلماء أن هذه الأرض كانت عبارة عن كتلة وسيخبرك العلماء أن هذه الأرض كانت عبارة عن كتلة مصهورة ولمليارات السنين لم تكن هناك حياة على هذه الأرض فكل ما عليها كان يغلي وتقذف الحمام إلى أعلى ثم تسقط وبعد ملايين السنين بدأت تبرم وأخذت الحياة تنشأ لذا فقد كان هناك وقت حيث لم يكن للإنسان وجود ثم أوجده الله والآن ستموتين ولكنها ليست النهاية فيوجد شيء ما بداخلك غير الجسد هو أنت الحقيقة وأنت الحقيقة هي التي تحرك جسدك وهي التي ستجعلك تحاسبين على أفعالك هذا شيء بديهي مثلا هتلر لقد هرب بمقترف لقد أحرق ستة ملايين يهودي وقتل أربعة عشر مليون شخص في الحرب العالمية الثانية هل سينجو بفعلته؟ هل انتهى الأمر لأنك لا تؤمن بالحياة الآخرة؟ كلا لسوف يحاسب على أفعاله وجميعنا كذلك إنه لتسلسل طبيعي لتصرفاتنا واتجهاتنا